اشتركوا في القناة ومستني يعرف دلال بتعمل ايه او بتخطط لايه وايه اللي بيدور في دماغها وطبعا راح لبلال شامة وعمل انه ما يعرفش مين ابنه وقعد يتحايل عليه عشان يعرف مكان ابنه لكن بلال شامة بيطلب منه فلوس ويطلب منه انه يسفره برا فجعفر بيوعده ان انا هوافق على كل الطلبات اللي انت قلتها وهنفزها لك لكن تنفز اللي انا عايزه الاول وطبعا بعد ما الكلام كتير ما بين جعفر وبين بلال شامة بيتأكد منه ان دلال هي اللي وزته ودفعت له الفلوس عشان هو اللي يخطف ابنه قبل كده في الوقت ده شوقي بيعرف ان بلال شامة موجود في المزرعة بتاع الجعفر وبيروح هو واخوه كارم اللي اصلا ما يعرفش مين هو ابن جعفر ولا حتى يعرف شكله ايه وبيتفاجئوا هم هناك ان دلال كمان عارفت ان بلال شامة موجود في المزرعة وراحت قلت له ان انت لو موتت يا بلال يا شامة ناس كتير قوي هتستريح وبالفعل مسكت السكينة وراحت قتلته في نفس الوقت ده وات جعفر كان بيتفرج على كاملات المراقبة وكان بيسجل كل حاجة وشافها وهي بتقتل بلال شامة اللي هنعرفه بقى بعد كده ان دلال هتعرف ان سيف يبقى هو ابن جعفر للعمدة عشان كده بتحاول تقتله وتخلص عليه وبتروح بنفسها عشان خاطر هي اللي تقتله بقديها لان هي ما عندهاش ثقة في حد خاصة بعد ما بعتت واحد عشان يقتل بلال شامة وما متش فبتقول ان انا لازم اقوم بالمهمة دي بنفسي واتأكد ان انا قتلته وطعامته كذا طعنة عشان يمود بجد وفعلا بتروح وبتتفاجئ هناك جعفر العمدة قاعد نستنيها طبعا في الوقت ده بيواجهها بكل حاجة هو عرفها وهي طبعا حاولت تنكر في الاول لكن ما عرفاش تكمل في كتبها وساعتها بدأ يواجهها بكل حاجة بالادلة والاسبتات وساعتها بقى هي هتبدأ تحكيله عن كل حاجة وهتقول له انا عملت كل ده عشان خاطر بحبك ولما تعرف ان انا مش بخلف ما ترمينيش وتروح تطلقني وما كنتش عارفة هروح فين بعد ما انت قتلت اخويا ورميت شوقي في السجن وانا برضو فضلت في احضانك لكن الكلام دوت ما شفعش ليه عند جعفر وفي الوقت ده جعفر بيقرر انه هو يطلقها وهي طبعا بتكون مسكة المسدس وفي الوقت ده على اساس انها رايحة تقتل سيف لكن لما بتلاقي جعفر بيطلقها وهيبهدلها وهيضربها وهيخرجها بره حياته خالص فبتموت نفسها بنفسها وطبعا بتكون هي دي نهاية دلال بعد اللي عملته وبعد الوجع اللي وجعته لجعفر وسورية في قطف ابنهم اما عن سورية فبتعرف ان سيف ابنها وان كمان قلبها كان حاسس من اول مرة شفيته فيها وبتاخده في حضنها ويكون طبعا مشهد مؤثر جدا وبنشوف كمان ان سيف بيروح لفاطمة اللي هي امه لربته عشان خاطر يقرالها الفتحة ويقرالها قرآن ومش بينساها ابدا وزي ما هو مع خالته بيودها خالته نجوة وعلى طول بيروح لها وهي برضو بتجيله اما عن شوقي وكارم وعيلة فتح الله بعد موت دلال بيكونوا خايفين جدا من جعفر العمدة ده غير طبعا ان جعفر بيدربه ضرب جامد جدا في وسط الحارة بيدرب شوقي وبيسحل شوقي هو وكارم وغفر بيقوله ان العلقة ديت مش عشان خاطر ابني ولا علشان انك كنت بتمطوح بي وبتقول لي ان ابني معاك وهو اصلا مش معاك ولا انت تعرف عنه اي حاجة العلقة ديت عشان اللي انت عملته مع سيد اخويا وانك قالت من كرمته قدام الحارة كلها ده حق اخويا وبرجعه لكن عن حقي انا فانا ليه حق كتير قوي عندك ولو فضلت اضرب فيكو من هنا للسنة الجاية فالحق دوت انتم مش هتوفوا به وجعفر واجعفر هيحكم على عائلة فتح الله انهم يدخلوا بيتهم وما يخرجوش منه ابدا واي حد هيشوفه في الشارع هيقل من كرمته وكمان هيدربه بالنار وهيقتله عشان كده هياخدوا بعضهم كلهم وهيدخلوا على بيتهم عشان كرمتهم ما تتهنش اكتر من كده في وسط الحارة كلها وما بقاش ليهم اي وش ولا اي عين وما يقدروش يخرجوا بر بيتهم نهائي ولا يور وشهم للناس اما عنوداد فبيضحك عليها الشاب اللي معها وبياخد منها فلوسها وهي طبعا هتتجنن وهتقول ازاي اللي بيحصل فيه ده والفلوس اللي معها ما بقاش معها اي حاجة حتى المحل اللي هي فتحها برضو اه اتاخد منها وهتتجنن وهيدخلوها مسحة نفسية عشان اتجنن بعد طبعا ما تنصب عليها وما بقاش معها فلوس خالص وكل الحارة وكل الناس بقوا نفرين منها وكلهم محدش بيعبرها وكرهنها اما عن سيد بيحاول انه ينساها ويكون حزين جدا عليها لكن جعفر بيقعد معاه ويكلمه وبيقوله مش سيد العمدة هو اللي بيعمل كده عشان خاطر واحد زي دي وبيبدأ وبيبدأ يقويه ويقوله ما تقلقش هتتجوز اللي احسن منها وكمان هتكون خدامة تحت رجليك وطبعا بيحض نخوه وبيعتذر له وبيبقى مشهد برضو مؤسر جدا وبيعتذر له ان هو فضل فترة طويلة شاكك فيه ان هو اللي خطف ابنه وحرق قلبه عليه اما عن عيدة فبتكون سفرة لبنان خوفا من جعفر انه يؤذيها بعد الكلام اللي قالته لها دلال عشان كده بتحاول تبعد عنه ولكن الوقت ده بيجي بلبل ابن خالتها ويحكي الجعفر عن كل حاجة هو وبنت خالتها وقاعدوا يحكولوا على كل حاجة وقدي ايه هي حبيته وان احنا اللي فضلنا نزلنا على دماغها عشان خاطر تكمل في اللعبة وتاخد منك الفلوس ولكن احنا كنا شايفين نظرات الحب في عينيها وكلامها وجات مراتك اللي اسمها دلال وخوفتها منك وقالت كمان ان انت بعتلها الحريم دول عشان خاطر يسقطوها وبياخد منه العنوان والمكان وبيسافر لها وهناك طبعا بيردها وبيعيشوا قصة حب جميلة جدا وبيعترف لها ان هو بيحبها وهي كمان بتعترف له انها بتحبه وبياخدها طبعا وبيرجعوا على بيته اللي فيه طبعا صفصف وسرية وبيكونوا مبسوطين جدا اما عن نرجس اه طبعا بعد ما ما طلقها فضلت طبعا تعبانة من غيره وهو بعد ما رجع عائدة حس ان البيت برضو نقصه كتير وهو من غير نرجس وراح طبعا نتكلمها وصلاحها ورجعها تاني وفي البيت طبعا اه بعد ما جمعهم كلهم رغم انه هما اه مبسوطين ولكن طبعا اه جعفر كان متضايق عشان خاطر اللي حصل من دلال حب عمره واللي كانت قطيب واحدة في مراتاته عملت كده لكن قاعد يهدي نفسه وقال لي سورية ونرجس وعيدة ان انا كده خلاص قلبي تقفل عليكم انتم واتفق معهم خلاص يا جماعة اللي اللي عايزة تخلف تخلف وانا وانا هشيلكم في عناية عشان استحملتوا كتير وتعبتوا معايا كتير وصيف بالنسبة لصيف خلاص هيعيش معهم في نفس البيت وفي نفس الوقت مش ناسي امه اللي هي ربته وبيدعي لها وبيزورها في المقابر ويقرالها القرآن وطبعا هيعيشوا كلهم مع بعض مبسوطين في البيت وهتيجي لفتة كده بعد مرور سنة وبيبان فيها ان التلاتة حوامل في في ابناء جعفر العمدة وطبعا ان هي هتكون سعيدة في البيت اللي هم قاعدين مع بعض فيه طبعا يا جماعة دي مجرد توقعات ولكن برضو لسه هنتفرج على الحلقة ويا رب تكون التوقعات دي صحيحة ويا رب تكونوا استمتعتوا بالتوقعات دي ولو حد شايف اي حاجة تانية اكتب لي في الكومنتات ولو حاسس ان انا كنت يعني مقفر في حاجة او قلت حاجة بالغلط يريد تكتبولي برضو في الكومنتات وتقولولي رأيكم شكرا لكم جميعا وشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن احداث الحالة الاخيرة من المسلسل جعفر العمدة طبعا جعفر عارف ان نسيف ابنه وراح قال له ان هو ابنه فعلا اللي هنعرفه بقى واللي هيحصل مع دلال وعيلة فتح الله كلها جعفر بيسكت ومش بيعرف اي حد ان هو لقى ابنه سواء صفصف ولا دلال ولا سورية وطبعا عيلة حمدة فتح الله بالتحديد ومستني يعرف دلال بتعمل ايه او بتخطط لايه وايه اللي بيدور في دماغها وطبعا راح لبلال شامة وعمل انه ما يعرفش مين ابنه وقعد يتحايل عليه عشان يعرف مكان ابنه لكن بلال شامة بيطلب منه فلوس ويطلب منه انه يسفره برا فجعفر بيوعده ان انا هوافق على كل الطلبات اللي انت قلتها وهنفزها لك لكن تنفز اللي انا عايزه الاول بين بلال شامة بيتأكد منه ان دلال هي اللي وزيته ودفعت له الفلوس عشان هو اللي يخطف ابنه قبل كده في الوقت ده شوقي بيعرف ان بلال شامة موجود في المزرعة بتاع الجعفر وبيروح هو واخوه كارم اللي اصلا ما يعرفش مين هو ابن جعفر ولا حتى يعرف شكله ايه وبيتفاجئوا وهم هناك ان دلال كمان عارفت ان بلال شامة موجود في المزرعة وراحت قالتله ان انت لو موتت يا بلال شامة ناس كتير قوي هتسترعيه وبالفعل مسكت السكينة وراحت قتلته في نفس الوقت ده وات جعفر كان بيتفرج على كاملات المراقبة وكان بيسجل كل حاجة وشافها وهي بتقتل بلال شامة اللي هنعرفه بقى بعد كده ان دلال هتعرف ان سيف يبقى هو ابن جعفر العمدة عشان كده بتحاول تقتله وتخلص عليه وبتروح بنفسها عشان خاطر هي اللي تقتله بقديها لان هي ما عندهاش ثقة في حد خاصة بعد ما بعتت واحد عشان يقتل بلال شامة وما متش فبتقول ان انا لازم اقوم بالمهمة دي بنفسي واتأكد ان انا قتلته وطعنته كذا طعنة عشان يموت بجد وفعلا بتروح وبتتفاجئ هناك جعفر العمدة قاعد نستنيها طبعا في الوقت ده بيواجهها بكل حاجة هو عرفها وهي طبعا حاولت تنكر في الاول لكن ما عرفتش تكمل في كتبها وساعتها بدأ يواجهها بكل حاجة بالادلة والاسبتات وساعتها بقى هي هتبدأ تحكيله عن كل حاجة وهتقول له انا عملت كل ده عشان خاطر بحبك ولما تعرف ان انا مش بخلف ما ترمينيش وتروح تطلقني وما كنتش عارفة هروح فين بعد ما انت قتلت اخويا ورميت شوقي في السجن وانا برضو فضلت في احضانك لكن الكلام دوت ما شفعش ليه عند جعفر وفي الوقت ده جعفر بيقرر انه هو يطلقها وهي طبعا بتكون مسكة المسدس وفي الوقت ده على اساس انها رايحة تقتل سيف لكن لما بتلاقي جعفر بيطلقها وهيبهدلها وهيضربها وهيخرجها بره حياته خالص فبتموت نفسها بنفسها وطبعا بتكون هي دي نهاية الدلال بعد اللي عملته وبعد الوجع اللي وجعته لجعفر وسوريا في قطف ابنهم اما عن سوريا فبتعرف ان سيف ابنها واني كمان قلبها كان حاسس من اول مرة شفيته فيها وبتاخده في حضنها ويكون طبعا مشهد مؤثر جدا وبنشوف كمان ان سيف بيروح لفاطمة اللي هي امه اللي ربته عشان خاطر يقرالها الفتحة ويقرالها القرآن ومش بينساها ابدا وزي ما هو مع خلته بيودها خلته نجوة وعلى طول بيروح لها وهي برضو بتجيله اما عن شوقي وكارم وعيلة فتح الله بعد موت دلال بيكونوا خايفين جدا من جعفر العمدة ده غير طبعا ان جعفر بيدربه ضرب جامد جدا في وسط الحارة بيدرب شوقي وبيسحل شوقي هو وكارم و جعفر بيقول له ان العلقة ديت مش عشان خاطر ابني ولا علشان انك كنت بتمطوح بيا وبتقول لي ان ابني معاك وهو اصلا مش معاك ولا انت تعرف عم اي حاجة العلقة ديت عشان اللي انت عملته مع سيد اخويا وانك قليت من كرمته قدام الحارة كلها ده حق اخويا وبرجعه لكن عن حقي انا فانا ليه حق كتير قوي عندك لو فضلت اضرب فيكو من هنا للسنة الجاية فالحق دوت انتم مش هتوفو بي وجعفر هيحكم على عيلة فتح الله انهم يدخلوا بيتهم وما يخرجوش منه ابدا واي حد هيشوفوا في الشارع هيقل من كرمته وكمان هيضربوا بالنار وهيقتله عشان كده هياخدوا بعضهم كلهم وهيدخلوا على بيتهم عشان كرمتهم ما تتهنش اكتر من كده في وسط الحارة كلها وما بقاش ليهم اي وش ولا اي عين وما يقدروش يخرجوا برا بيتهم نهائي ولا يورو وشهم للناس اما عنوداد فبيضحك عليها الشاب اللي معها وبياخد منها فلوسها وهي طبعا هتتجنن وهتقول ازاي اللي بيحصل فيه ده والفلوس اللي معاها ما بقاش معاها اي حاجة حتى المحل اللي هي فتحها برضو اتاخد منها وهتتجنن وهيدخلوها مسحة نفسية عشان اتجنن بعد طبعا ما اتنصب عليها وما بقاش معاها فلوس خالص وكل الحارة وكل الناس بقوا نفرين منها وكلهم محدش بيعبرها وكرهينها اما عن سيد بيحاول انه ينساها ويكون حزين جدا عليها لكن جعفر بيقعد معاه ويكلمه وبيقوله مش سيد العمدة هو اللي بيعمل كده عشان خاطر واحد زي دي وبيبدأ يقويه ويقوله ما تقلقش هتتجوز اللي احسن منها وكمان هتكون خدامة تحت رجليك وطبعا بيقعد نخوه وبيعتذر له وبيبقى مشهد برضو مؤثر جدا وبيعتذر له ان هو فضل فترة طويلة شاكك فيه ان هو اللي خطف ابنه وحرق قلبه عليه اما عن عيدة فبتكون سفرة لبنان خوفا من جعفر انه يقذيها بعد الكلام اللي قالت هولها دلال عشان كده بتحاول تبعد عنه ولكن الوقت ده بيجي بولبل ابن خالتها ويحكي الجعفر عن كل حاجة هو وبنت خالتها وقعدوا يحكولوا على كل حاجة وقد ايه هي حبته وان احنا اللي فضلنا نزلنا على دماغها عشان خاطر تكمل في اللعبة وتاخد منك الفلوس ولكن احنا كنا شايفين نظرات الحب في عينيها وكلامها وجات مراتك اللي اسمها دلال وخوفتها منك وقالت كمان ان انت بعتلها الحريم دول عشان خاطر يسقطوها وبياخد منه العنوان والمكان وبيسافر لها وهناك طبعا بيردها وبيعيشوا قصة حب جميلة جدا وبيعترف لها ان هو بيحبها وهي كمان بتعترف له انها بتحبه وبياخدها طبعا وبيرجعوا على بيته اللي فيه طبعا صفصف وسورية وبيكونوا مبسوطين جدا اما عن نرجس طبعا بعد ما ما طلقها فضلت طبعا تعبانة من غيره وهو بعد ما رجع عائدة حس ان البيت برضو نقصه كتير وهو من غير نرجس وراح طبعا نتكلمها وصلاحها ورجعها تاني وفي البيت طبعا بعد ما جمعهم كلهم رغم ان هم مبسوطين ولكن طبعا جعفر كان متضايق عشان خاطر اللي حصل من دلال حب عمره واللي كانت قطيب واحدة في مرطاته عملت كده لكن قاعد يهدي نفسه وقال لي سورية ونرجس وعيدة ان انا كده خلاص قلبي افعل عليكم انتم واتفق معهم خلاص يا جماعة اللي عايزة تخلف تخلف وانا هشيلكم في عناية عشان استحملتوا كتير وتعبتوا معايا كتير وصيف بالنسبة لصيف خلاص هيعيش معهم في نفس البيت وفي نفس الوقت مش ناسي امه اللي هي ربته وبيدعي لها وبيزورها في المقابر ويقرالها القرآن وطبعا هيعيشوا كلهم مع بعض مبسوطين في البيت وهتيجي لفتة كده بعد مرور سنة وبيبان فيها ان التلاتة حوامل في ابناء جعف العمدة وطبعا ان هي هتكون سعيدة في البيت اللي هم قاعدين مع بعض فيه طبعا يا جماعة دي مجرد توقعات ولكن برضو لسه هنتفرج على الحلقة ويا رب تكون التوقعات ديت صحيحة ويا رب تكونوا استمتعتوا بالتوقعات ديت ولو حد شايف اي حاجة تانية اكتب لي في الكومنتات ولو حاسس ان انا كنت يعني مقفر في حاجة او قلت حاجة بالغلط ياريت تكتبوا لي برضو في الكومنتات وتقولوا لي رأيكم شكرا لكم جميعا واشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن احداث الحالة الاخيرة من المسلسل جعفر العمدة طبعا جعفر عارف ان نسيف ابنه وراح قال له ان هو ابنه فعلا اللي هنعرفه بقى واللي هيحصل مع دلال وعيلة فتح الله كلها جعفر بيسكت ومش بيعرف اي حد ان هو لقى ابنه سواء صفصف ولا دلال ولا سورية وطبعا عادة حمدة فتح الله بالتحديد ومستني يعرف دلال بتعمل ايه او بتخطط لايه وايه اللي بيدور في دماغها وطبعا راح لبلال شامة وعمل انه ما يعرفش مين ابنه وقعد يتحايل عليه عشان يعرف مكان ابنه لكن بلال شامة بيطلب منه فلوس ويطلب منه انه يسفره بره فجعفر بيوعده ان انا هوافق على كل الطلبات اللي انت قلتها وهنفزها لك لكن تنفز اللي انا عايزه الاول وطبعا بعد كلام كتير ما بين جعفر وبين بلال شامة بيتأكد منه ان دلال هي اللي وزته ودفعت له الفلوس عشان هو اللي يخطف ابنه قبل كده في الوقت ده شوقي بيعرف ان بلال شامة موجود في المزرعة بتاع الجعفر وبيروح هو واخوه كارم اللي اصلا ما يعرفش مين هو ابن جعفر ولا حتى يعرف شكله ايه وبيتفاجئوا وهم هناك ان دلال كمان عارفت ان بلال شامة موجود في المزرعة وراحت قالتله ان انت لو موت يا بلال يا شامة ناس كتير قوي هتستغيح وبالفعل مسكت السكينة وراحت قتلته في نفس الوقت ده وات جعفر كان بيتفرج على كاملات المراقبة وكان بيسجل كل حاجة وشافها وهي بتقتل بلال شامة اللي هنعرفه بقى بعد كده ان دلال هتعرف ان سيف يبقى هو ابن جعفر العمدة عشان كده بتحاول تقتله وتخلص عليه وبتروح بنفسها عشان خاطر هي اللي تقتله بقديها لان هي ما عندهاش ثقة في حد خاصة بعد ما بعتت واحد عشان يقتل بلال شامة وما متش فبتقول ان انا لازم اقوم بالمهمة دي بنفسي واتأكد ان انا قتلته وطعمته كزا طعنة عشان يمود بجد وفعلا بتروح وبتتفاجئ هناك جعفر العمدة قاعد نستنيها طبعا في الوقت ده بيواجهها بكل حاجة هو عرفها وهي طبعا حاولت تنكر في الاول لكن ما عارفش تكمل في كتبها وساعتها بدأ يواجهها بكل حاجة بالادلة والاسبتات وساعتها بقى هي هتبدأ تحكيله عن كل حاجة وهتقول له انا عملت كل ده عشان خاطر بحبك ولما تعرف ان انا مش بخلف ما ترمينيش وتروح تطلقني وما كنتش عارفها هروح فين بعد ما انت قتلت اخويا ورميت شوقي في السجن وانا برضو فضلت في احضانك لكن الكلام ده ما شفعش لها عند جعفر وفي الوقت ده جعفر بيقرر انه هو يطلقها وهي طبعا بتكون مسكة المسدس وفي الوقت ده على اساس انها رايحة تقتل سيف لكن لما بتلاقي جعفر بيطلقها وهيبهدلها وهيضربها وهيخرجها بره حياته خالص فبتموت نفسها بنفسها وطبعا بتكون هي دي نهاية الدلال بعد اللي عملته وبعد الوجع اللي وجعته لجعفر وسوريا في قطف ابنهم اما عن سوريا فبتعرف ان سيف ابنها وان كمان قلبها كان حاسس من اول مرة شفيته فيها وبتاخده في حضنها ويكون طبعا مشهد مؤثر جدا وبنشوف كمان ان سيف بيروح لفاطمة اللي هي امه اللي ربته عشان خاطر يقرالها الفتحة ويقرالها قرآن ومش بينساها وزي ما هو مع خالته بيودها خالته نجوة وعلى طول بيروح لها وهي برضو بتجيله اما عن شوقي وكارم وعيلة فتح الله بعد موت دلال بيكونوا خايفين جدا من جعفر العمدة ده غير طبعا ان جعفر بيدربه ضرب جامد جدا في وسط الحارة بيدرب شوقي وبيسحل شوقي هو وكارم وغفر بيقوله ان العلقة ديت مش عشان خاطر ابني ولا علشان انك كنت بتمطوح بيا وبتقول لي ان ابني معاك وهو اصلا مش معاك ولا انت تعرف عام اي حاجة العلقة ديت عشان اللي انت عملته مع سيدة اخويا وانك قال ليت من كرمته قدام الحارة كلها ده حق اخويا وبرجعه لكن عن حقي انا فانا ليه حق كتير قوي عندك ولو فضلت اضرب فيكو من هنا للسنة الجاية فالحق دوت انتم مش هتوفوا بيه وجعفر هيحكم على عائلة فتح الله انهم يدخلوا بيتهم وما يخرجوش منه ابدا واي حد هيشوفه في الشارع هيقل من كرمته وكمان هيضربه بالنار وهيقتله عشان كده هياخدوا بعضهم كلهم وهيدخلوا على بيتهم عشان كرمتهم ما تتهنش اكتر من كده في وسط الحارة كلها وما بقاش ليهم اي وش ولا اي عين وما يقدروش يخرجوا بر بيتهم نهائي ولا يور وشهم للناس اما عنوداد فبيضحك عليها الشاب اللي معها وبياخد منها فلوسها وهي طبعا هتتجنن وهتقول ازاي اللي بيحصل فيه ده والفلوس اللي معها ما بقاش معها اي حاجة حتى المحل اللي هي فتحها برضو اه اتاخد منها وهتتجنن وهيدخلوها مصحة نفسية عشان اتجننت بعد طبعا ما اتنصب عليها وما بقاش معها فلوس خالص وكل الحارة وكل الناس بقوا نفرين منها وكلهم محدش بيعبرها وكرهنها اما عن سيد بيحاول انه ينساها ويكون حزين جدا عليها لكن جعفر بيقض معاه ويكلمه وبيقول له مش سيد العمدة هو اللي بيعمل كده عشان خاطر واحد زي دي وبيبدأ يقوي ويقول له ما تقلقش هتتجوز اللي احسن منها وكمان هتكون خدامة تحت رجليك وطبعا بيحضن اخوه وبيعتذر له وبيبقى اه مشهد برضو مؤثر جدا وبيعتذر له ان هو فضل فترة طويلة شاكك فيه ان هو اللي خطف ابنه وحرق قلبه عليه اما عن عيدة فبتكون سفرة لبنان خوفا من جعفر انه يؤذيها بعد الكلام اللي قالت هولها دلال عشان كده بتحاول تبعد عنه ولكن الوقت ده بيجي بلبل ابن خالتها ويحكي الجعفر عن كل حاجة هو وبنت خالتها وقعدوا يحكولوا على كل حاجة وقدي ايه هي حبته وان احنا اللي فضلنا نزلنا على دماغها عشان خاطر تكمل في اللعبة وتاخد منك الفلوس ولكن احنا كنا شايفين نظرات الحب في عينيها وكلامها وجات مراتك اللي اسمها دلال وخوفتها منك وقالت كمان ان انت بعتلها الحريم دول عشان خاطر يسقطوها وبياخد منه العنوان والمكان وبيسافر لها وهناك طبعا بيردها وبيعيشوا قصة حب جميلة جدا وبيعترف لها ان هو بيحبها وهي كمان بتعترف له انها بتحبه وبياخدها طبعا وبيرجعوا على بيته اللي فيه طبعا صفصف وسورية وبيكونوا مبسوطين جدا اما عن نرجس طبعا بعد مما طلقها فضلت طبعا تعبانة من غيره وهو بعد ما رجع عائدة حس ان البيت برضو نقصه كتير وهو من غير نرجس وراح طبعا نتكلمها وصلاحها ورجعها تاني وفي البيت طبعا بعد ما جمعهم كلهم رغم ان هما مبسوطين ولكن طبعا جعفر كان متضايق عشان خاطر اللي حصل من دلال حب عمره واللي كانت قطيب واحدة في معطاته عملت كده لكن قاعد يهدي نفسه وقال لسورية ونرجس وعيدة ان انا كده خلاص قل بتقفعل عليكم انتم واتفق معهم خلاص يا جماعة اللي عايزة تخلف تخلف وانا هشيلكم في عناية عشان استحملتوا كتير وتعبتوا معايا كتير وبالنسبة لسيف خلاص هيعيش معهم في نفس البيت وفي نفس الوقت مش ناسي امه اللي هي ربته وبيدعي لها وبيزورها في المقابر ويقرالها القرآن وطبعا هيعيشوا كلهم مع بعض مبسوطين في البيت وهتيجي لفتة كده بعد مرور سنة وبيبان فيها ان التلاتة حوامل في في ابناء جعفر العمدة وطبعا ان هي هتكون سعيدة في البيت اللي هم قاعدين مع بعض فيه طبعا يا جماعة دي مجرد توقعات ولكن برضو لسه هنتفرج على الحلقة ويا رب تكون التوقعات ديت صحيحة ويا رب تكونوا استمتعتوا بالتوقعات ديت ولو حد شايف اي حاجة تانية اكتب لي في الكومنتات ولو حاسس ان انا كنت يعني مأفر في حاجة او قلت حاجة بالغلط يريد تكتبوا لي برضو في الكومنتات وتقولوا لي رأيكم شكرا لكم جميعا واشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر